السلام عليكم الله يسعد لي مساكم تبي يكون عندك تصميم 3D لأي مجلس عندك أو مثلا حوش أو استراحة أو شاليه بالطريقة هذه تابع معي الشرح الجاي أول شي جوالك لازم يكون من الإصدارات الجديدة أو حديث ويكون فيه خاصية Light Sensor اللي هي الدائرة السعودة الصغيرة هذه اللي تحت الكاميرا بعدها نحمل هذا التطبيق اللي هو 3D Scanner من خلال هذا التطبيق هو اللي راح نصور من خلاله 3D ولكن جوالك لازم يكون فيه خاصية Light Sensor بعد ما تحمل التطبيق سوله فتح بعدين بيجيك خانة الكاميرا بالطريقة هذه صور ولكن خلك دقيق في موضوع التصوير وخذ كل زاوية من زوايا الغرفة يعني بالطريقة هذه كل ما تكون أكثر دقة كل ما يعطيك الرسم 3D جودة أعلى بالطريقة هذه وأمش على كل شي تمر أنت عليه تخلص من التصوير بشكل عام ويكون بشكل بطيء ودقيق تضغط على هذا الزر راح يوقف التصوير ويحفظ لك المقطع طيب قل له Start الآن راح يعالجها لك على شكل 3D ما خلص المعالجة ممكن أنك تطلع على الفيديو اللي أنت سويته إذا تبي الفيديو يكون بأكثر دقة ممكن أنك تكون برضو في موضوع تصويرك دقيق أكثر وبطيء في تصوير الغرفة بالشكل هذا راح يطلع لك يا إذا بغيت تحفظه تقول له Share بعدين فيديو بعدين Start طبعا هذا تصوير عام اللي أنت عملته بعدين تقول له Safe ترجمة نانسي قنقر